بانوراما على أهم وأبرز يعني وأحدث الأضايا والأخبار والمتابعات في مصر والنهاردة يمكن إحنا بنتابع يعني تخطية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لصربيا طبعا هو بدأ الأول بألمانيا وحصل مناقشات ثنائية وحصل قمة بيترسبرغ للمناخ وكمان كان فيه لقاءات مع كينات اقتصادية مختلفة انتهت هذه الزيارة في ألمانيا وبدأت زيارة أخرى قام بها في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لصربيا مبارح تابعنا مع حضراتكم يعني مشهد الاستقبال المهيب اللي اتعمل لرئيس عبدالفتاح السيسي وصورة المقاتلات الصربية وهي ترافق طائرة الرئيس النهاردة اتعمل مراسم استقبال رسمية لرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الصربية بيلجراد بعدها بدأت سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى كان فيه نهاردة شوية لقطات كده وشوية يعني يمكن لمحات ولفتات زي ما قلنا دايما بيكون لها دلالة وبتعبر عن حقائق مهمة زي ما كان مبارح مشهد يعني مرافقة المقاتلات لطيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بيعكس قد ايه فيه احتفاء مهم بهذه الزيارة وزي ما شفنا الصحف الصربية وهي بتتكلم عن الزيارة وبتنقل تفاصيلها وجدول الأعمال والبنود المختلفة في الأجندة النهاردة فيه كلمات تانية وفيه لفتات تانية لها دلالات كبيرة زي مثلا يعني توقف الرئيس الصربي أليكساندر فوتشيتش عند اللي هو وصفها أن هنا هستخدم الوصف اللي هو استخدمه وهو الطفرة التنموية اللي بتمر بيها مصر في السنوات الأخيرة الرئيس الصربي تكلم عن المسألة دي وأشاد بيه الجهود اللي بتقوم بيها مصر والطفرة فيه التنمية زي ما هو استخدم فيه المصطلح الخاص بيه كمان اتكلم عن إزاي أن الشعب الصربي والدولة الصربية بتحب مصر وأشاد بيه جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي مش بس في مصر لأ كمان في تنمية العلاقات المصرية الأوروبية وكان له وقفات عند يعني دور وثقل وأهمية الرئيس عبدالفتاح السيسي من ضمن كمان الحاجات المهمة اللي حصلت النهاردة يمكن يعني توقيع مذكرات تفاهم ما بين مصر وصربيا في أكتر من مجال الحقيقة كان مميز أوي موضوع التعليم الفني كان مميز المذكرات التفاهم والتفاهمات اللي حصلت فيه الفنون والإعلام والثقافة وحاجات كتير ومجال الزراعة أيضا كان من ضمن المجالات اللي حصل فيها مذكرات تفاهم ما بين الجانبين كمان بقى حصل كمان مؤتمر صحفي مشترك للرئيسين اتكلموا فيه عن مواصلة آلية المشاورات السياسية واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي وأهمية كل الجهود دي في تعزيز ودفع العلاقات المصرية الأوروبية وأيضا دفع عملية السلام والتوافقات في العالم كله وحضراتكم أكيد متابعين بلا شك عملية التوترات اللي حصلة في العالم كله والحرب الروسية الأوكرانية ودور الدول اللي عندها رؤى متوازنة ورؤى حيادية كثير في تحقيق اختراقات في تسهيل الأمور في التوصل لحلول سياسية